هذا الموضوع ناقشه مع ضيفي من بغداد الباحث في الشهر السياسي سيف السعدي استسيف مرحبا بك انهاء عضوية الحلبوسي مآلات هذا القرار وما هي المتغيرات التي يمكن أن يحدثها على الساحة السياسية بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة تحية طيبة لك وإلى متابعيكم وأنا الدكتور سيف السعدي باحث في الشهر السياسي نعم يعني هناك أنا أصف هذا الموضوع هو بمثابة الزلزال وهذا الزلزال سوف تكون له ارتدادات على المستوى المنظور لا سيما نتحدث عن ركن من أركان العملية السياسية لا وهو منصب رئيس مجلس النواب العراقي أنا أقول يعني نعبر عن رأينا وفق أحكام المادة 38 من الدستور وفق حاكمية الدستور وهي التي أتاحت لنا بالتعبير عن الرئيض من سقف هذا الدستور يعني نتحدث عن قرار والمحكمة الاتحادية هذا القرار يعني إذا ما تحدثنا عن المادة 49 تحدثت عن مبدأ الفصل بين السلطات تحدثت عن السلطة الاتحادية مكونة من السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضائية وتمارس صلاحياتها على أساس الفصل بين السلطات الجنبة السياسية بهذا الموضوع نعم هناك ارتدادات لهذا الموضوع ولكن ما يعني يختلف به الحلبوسي عن باقي الزعماء السنة يعني قبل عام 2017 فيه أن الحلبوسي هو يؤمن بعلوية الدستور ويؤمن بيعني حسب تحليلي لمضمون خطاب الحلبوسي يوم أمس بأنه لا يعترض على قرارات التي تصدر يعني سواء كان من المحكمة الاتحادية أو من الحكومة العراقية لأنه هو الرجل هو ابن السلطة التشريعية وبالتالي يجب أن يؤمن بهذا الدستور ولكن الموضوع أين الموضوع هو يعني ممكن الاستغراب من أن هذا القرار يجب أن ينسجم مع الدستور العراقي لأن الدستور العراقي له العلوية وله السمو وله الرفعة ويسمى أبو القوانين بالتالي يجب أن تكون هذه القرارات هي منسجمة مع الدستور يعني إذا ما تحدثنا عن المادة بررت ربما هذه القضية أن مخالفات التزوير والقتل العمد وتخابر مع جهة أجنبية تتيح وتبيح للمحكمة الاتحادية التدخل لكن إذا ما كانت هناك جنبة سياسية يا دكتور فمن المعني بالإطاحة بالحلبوسي بتقديرك؟ يعني الجنبة السياسية نتحدث عن الجنبة السياسية بعيدا عن الجنبة القانونية هناك أحزاب هي يعني حقيقة تختلف مع السيد الحلبوسي على ما يبدو أن شعار نحن أمة قد أزعج الكثير من هذه الشخصيات وعلى ما يبدو أن الانسجام المجتمع المتحقق يعني على أقل تقدير في محافظة الأنبار على اعتبار أنه خلق فريقا سياسيا منسج مع الجانب الأمني لأن لدينا فرضية هذه فرضية أكاديمية تم إثباتها كلما كان هناك أزمة سياسية كلما انعكسه سلبا على الجانب الأمني والعكس صحيح بالتالي هو خلق فريق سياسي منسج مع الفريق الأمني وهذا كان أحد انعكاساته هو القرار الإداري فضلا عن انعكس على الحالة الإيجابية من حالة الإعمار المتحقق والأهم من هذا وذاك هو الانسجام المجتمعي يعني كان مجتمع محافظة الأنبار منقسم مثلما الأحزاب السياسية أو الزعامات السياسية منقسمة فيما بينها شاهدنا حالة هذه الانقسام تنعكس على مجتمع سواء كان محافظة الأنبار أو صلاح الدين أو النينوة عندما جاء الحلبوسي بالتحديد بعد عام 2017 شاهدنا تحولا دراماتيكيا بالانسجام المجتمعي فضلا عن احترام الدولة فضلا عن الإيمان بالمشاركة ضمن عملية الانتخابات هل يعرف جنابك أن من أكثر المحدثين للبطاقات البايومترية للمشاركة في الانتخابات المحدد في الثامن عشر من كانون الأول المقبل في انتخابات مجالس المحافظات هو محافظة الأنبار بالتالي هناك وعي جماهيري للمشاركة بالانتخابات هذا لم يأتي عن فراغ وإنما إيمان بما أفرزته الدورة الرابعة والدورة الخامسة فضلا عن هناك مقبولية جماهيرية لممثلي تلك المحافظات وبالتحديد محافظة الأنبار لدى فواعلهم وقواعدهم الجماهيرية عندما نشاهد الأطراف الأخرى سواء كان في محافظات الجنوب أو المحافظات الأخرى نجد المرشح أو الممثل السياسي عندما يذهب لتلك الجماهير يرمى بالحجارة وفي قناني المياه وهذا ضمن تعبير عن الرأي وتعبير عن الرفض والصخط الجماهيري كم سيؤثر هذا القرار على نسبة الإقبال على الانتخابات أو حتى على الانتخابات ذاتها إذا ما أجريت أم لم تجرى؟ يعني السؤال مهم جدا هذا السؤال الانتخابات سوف تجرى حسب قراءتي للموضوع وحسب استشرافنا والطلاعنا ومعلوماتنا القريبة أن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها الثامن عشر من كانون الأول ولن تؤثر بل سوف يزيد من رصيد ممكن السيد الحلبوسي أو المنضوينة تحت كتلة السيد الحلبوسي على اعتبار أن الرجل هو الممثل الشرعي لهذه المحافظات لأنه جاء نتيجة عملية ديمقراطية بالتالي سوف تزيد من عملية الإقبال والمشاركة في الانتخابات وهو الرجل يعني بيانة واضح قاله نريد أن ترده ليس عبر الإطلاقات النارية أو عن قطع الطريق السريع مثل ما كان يحصل فيه السابق عندما تتعرض يعني الكتل السياسي والزعامات السياسية الممثلة لتلك المحافظات فإنها تلتج إلى الجمهور الحلبوسي هو يعني قال أنا سأكون في المواجهة ضمن العملية الديمقراطية السياسية وليس مثل ما كانت تعمل الأحزاب السياسية أو الزعامات السياسية السنية الأخرى تلتج إلى الجمهور وبالتالي يحدث تصعيد ويحدث انغلاق وكذلك احتقان سياسي يؤدي إلى ما أدى بعد عام 2013 و2014 أقول الانتخابات سوف تجرى والمشاركة سوف تكون كبيرة وواسعة في تلك المحافظات لإفراز يعني واجهات سياسية تمثلهم يعني بانتخابات مجالس المحافظات أعتقدك هل تمت طمأنة الحلبوسي وتحالف تقدم بأن بديل الحلبوسي سيكون من تقدم نفسه نسمع في الأخبار أن هناك ما يقدم مرشحين سواء كان العزم أو الحسم أو الكتل أخرى لم تكن ضمن الاتفاق الذي بموجبه تشكلت الحكومة سوف أتحدث في الجانب التحليلي والجانب المعلومات المتوفرة معلومات أهم الجانب التحليلي إذا ما أتينا نعم لكن دعني أتطرق للجانب التحليلي أولا الجانب التحليلي يعني ضمن العملية الدستور وضمن العملية الديمقراطية فضلا عن العرف السياسي الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل قبة البرلمان هو كتلة تقدم يعني يمتلكون 45 نائب يعني هي الكتلة النيابية السنية الأكثر عددا بالتالي أي انبتاق أي مرشح أو أي ترشيح لرئاسة مجلس النواب بالتأكيد سوف تكون من حصة التقدم هذا الجانب التحليلي الجانب المعلومات المتوفرة لدي أيضا يعني سوف يكون أيضا من حزب تقدم نعم هناك اختلافات هناك ممكن انقسامات ما بين الكتل الأخرى وبالتحديد هي الكتل السنية والتي يعني قدمت أكثر من مرشح ولكن العرف السياسي ما بين الكتل سواء كان الشيعية أو الكردية هو أن الكتلة الأكثر عددا هي تقدم مرشح يجب أن يحظى المتقدم لرئاسة مجلس النواب بأغلبية ممكن على أقل تقدير نصف زائد واحد فما بالك أن تقدم هو يمتلك هذا العدد على أقل تقدير يمتلك النصف بالتالي يعني سوف يكون المرشح من حزب تقدم ولكن ممكن وفق المعلومات المتوفرة لدي أن قرار المحكمة الاتحادية لغاية الآن هناك فقط يعني شاهدنا القرار عبر يعني التلفازة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الديباجة المسببة للقرار لغاية الآن لم تصل مجلس النواب على اعتبار أن النائب الأول لمجلس النواب يأقد الجلسة استنادا لأحكام المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب وليس يعني للمادة 12 على اعتبار هذه المادة بأن السيد الحلبوسي لغاية الآن هو محتفظ بصفته رئيس مجلس النواب أما إذا كان غير هذا الموضوع فإن جلسات مجلس النواب الأخيرة الأولى والثانية الخاصة بتعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات فإن هذه الجلسات سوف تكون غير دستورية ولكن المعلومات المتوفرة لدينا بأنه ما زال محتفظ بصفته الوظيفية كرئيس مجلس النواب إلى أن يصل قرار المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب وبالتالي بعدها سوف يكون لكل حادث حديث وسيتم اختيار رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة طمعش من النظام الداخلي على اعتبار أنه تتحدث عن خلو والمادة 35 تتحدث عن غياب فهناك فرق بين المصطلحين نعم من بغداد أنت معي الباحث فيشان السياسي دكتور سيفة سعدي شكرا جزيلا لك